الشيخ محمد الغزالي وحديثه عن المرأة وما يسمى بالآراء المعتدلة فهو ده موضوع حلقتنا النهار السادة المشاهدين أهلا بكم طبعا الشيخ محمد الغزالي منزال في حلق غصة يعني من موقفه مع فرق فودة ربما يكون هو اللي تسبب في قتله هو عدد منزروعة وعدد من الشيوخ اللي كفرواه طبعا في مجلة النور أظن قبلها بعدة أيام وقتل على عقاب هذا الأمر ولكن في النهاية برضو احنا منستدل على قراءه عشان ندلل على بعض الأمور المهمة وكان دايما الناس تقول لي انت ليه بتروح لأرضيتهم أرضية الفقه محمد عمارة وغيره وغيره لأ هو يعني هو الفكرة ما يسمى الفرق بين الإنشاء والترجيح الترجيح لما تنتج تقول لهم ده انتوا الشيوخ حتى اللي هم زعماء الإسلام السياسي ليه هم كلام في هذه المنطقة يعني خلصوا الخناءة مع بعض انت بتصدر الخناءة لأرضيتهم أرضية الإسلام السياسي اللي بيكلموا اسم الشريعة لك اللي هم اسم الحاكمية بتصدر لهم المشكلة على أرضيتهم وتقول لهم اتفقوا مع بعض انهم مش عارفوا اتفقوا انها كلها أمور محل خلاف زي بالظبط هم غمشيخ يطلع المنبر ويروح جايب كلام لفولتير او كلام لسبينوزا او كلام لفلاتون او ديكارت وبيدلع على كلامه بعض الأقوال الفلسفة وده بيعتبر يعني توت فروت يعني قصدي يعني كده يعني هيعمل اللي هو ايه ان هو قاري بقى فلسفة وقاري بتاع ويحاول يستدل ويدلل على مقولاته ده نهيك انه بيجيبه ساعات مقولات كذبة زي الكلمة الشهيرة اللي يقولوها ان جلد مقير قالت ان احنا نقلق من العرب والمسلمين لما يكون الناس اللي بتصلي الفجر قدل بتصلي الجمعة طبعا عمر ما الناس اللي تصلي الفجر قد تكون قدلت لصلي الجمعة ده نهيك انها دروشة يعني يا قصدي لو لو المليار مسلم صلوا الفجر ده ما عملش حاجة يعني مش هو ده لحل المشكلة مشكلتنا في الانتاج في الانجاز في الفاعلية مش مشكلتنا في صلات الفجر خالص يعني يعني ده بالعكس يعني الدول اللي هي الشيوعية متقدمة السين متقدمة بيصدوش الفجر ولا بيصدو اصلا ولا يعرفوا دين يعني نسبة كبيرة منهم طبعا بيابان نفس الكلام فطبعا ده تضليل ودروشة ولكن هما بيصدروها لهم المستطمعا جلدو ايه لم يعنيتش الكلام ده هما بيصدروها لابناء التنظيم يعني او ابناء الايدروجيا بيحملوهم المشكلة يعني انتو اللي غلطانين انتو اللي متصدوش الفجر واللي بيقولهم كده اصلا ما بيصدوش الفجر بس يعني اصدي ايه اه هو بيصدر مشكلة للقبعات انتو اللي عمليون مشكلة وانتو لو بتصدو الفجر زي بتصدو الجمعة كان الدنيا تحلت انما انتو مش هما بتحلواش وعمر ما هيحصل ان هزا اللي تصلي الفجر هتكون الفجر بيقى الساعة تلاتة او ساعات الساعة خمسة او ساعات بيتحرك يعني وده وقت النوم الطبيعي للبشر العاديين التقليدين عنده شغل الصبح وعنده انتاج هصلي الفجر بقى ويقل يعني يقل انتاجه او ما عرفش يصعر او ما قديش كويس طبعا من شغل ايه من شغل الحل نشوف الغزائي بقول ايه ونعلق على بعض بقلاته في كتابه من هنا نعلم قال اتكلم عن طبعا ايه قال اما ما روي عن عائشة طبعا كتاب من هنا نعلم ده كان في الخمسينات وكان درد على كتاب لخالد محمد خالد اسمه من هنا نبدأ يعني خالد محمد خالد كتب كتاب من هنا نبدأ وراح راضي زعية غزائي من هنا نعلم الاتنين كانوا شباب وحنبقى نتعرض لاحقا لكتاب خالد محمد خالد من هنا نبدأ ونخش برضو قعد كده في تفاصيل من هنا نعلم انما احنا بس نتكلم عن موضوع المرأة اللي تكلم عنه الغزائي وقال نفس الكلام في كتابه التفسير موضوعي لسور القرآن الكريم قال لو علم النبي اه اما ما روي عن عائشة بتكلم عن رواية العائشة اما ما روي عن عائشة لو علم النبي ما احدث النساء بعده لما ازن لهم في الخروج قال هذا كلام لا يلتفت اليه والسيدة عائشة على جلالة قدرها ليست مصدر التشريع في الاسلام طبعا دول بيصدروا للنساء الحاليين ان انتم مش زي نساء الصحابة وان السيدة عائشة نفسها قالت ده ان كان هذا كلام خير يعني ان السيدة عائشة قالت ان لو علم النبي ما احدث النساء بعده بعده اللي هو ايه اللي هو يعني 13 هجريا و15 هجريا طبعا السيدة عائشة ماتت عظم 59 او 58 هجريا في هذا التوقيت يعني عاشت فترة طويلة لانها ايه كانت صغيرة يعني لما ازنى لهم في الخروج فبيقولك بقى ايه ويصدروها للقواعد يعني للنساء اللي هم الحاليات ده كده عائش 15 هجريا شوفوا انتم درات الناس عملت ايه يعني عايز يقول لهم بقى اتحجبوا ما تطلعوش كتير وحاجات زي كده الغزالة بيرد بيقول هذا كلام لا يلتفت اليه والسيدة عائشة على جلالة قدرها ليست مصدر التشريع في الاسلام كده وش اخلي بالكو المروية الاساسية المؤسسة للاسلام او دعنى انها مؤسسة الاسلام عن عائشة وما قالتش سمعتها من مين اللي هو بيسموه في علم الحديث تدليس اللي هي بقى بتاعت زملوني وراح واي ايه والحاجات بتاعت ايه اقرأ وانا بيقارق وجبريل والوحي وكلامين ده ما قالتش الرسول الهالها او باقرأ الهالها وده في علم الحديث يعتبر تدليس ان هي ما قالتش نقلت عن مين لانها طبعا ما حضرتش البحثة اللي حضرت البحثة خديجة وهي بتحكي موقف حدث بين خديجة والرسول وما فيش حاجة اسمها انها تقول وما تقولش سمعته كذا ده اول حديث في البخير قال الغزالي كمان في كتابهم داعية ان كل امرأة تتبع دينا من الاديان يتح لها ان تذهب الى معبدها اما المرأة المسلمة وحدها فمحظور عليها ان تدخل المسجد لان التقاليط فرضت عليها ان لا تشارك في جماعة وعشرات الالوف بل المئات من المساجد لا يلمح فيها شبح امرأة في القرى والمدر طبعا ما كانتش زمان عشان بس هم يقولوا باختلاط ومش الاختلاط والستات في حتة ورجالة في حتة وعملين مدارس الستات في حتة ومدارس الرجالة في حتة حاليا اه لا زمان ما كانش فيه دور تالي للسيدات كان السيدات بيصلدوا ورا المصلدين واللي داخل بقى المسجد يلاقي السيتات على جنب يعديها ويخش يصلي مع الرجالة وهكذا يعني كانوا في المسجد وهم طعيم في المسجد طعيم مع بعض الادها من كده كان بقى في حوت عاملين حوت بيتوضوا منه وانت في الصحراء وجايب وبتاع الحكاية وان قط وضوعك عايز تتوضى فبيعملوا ايه حوت كده مدين حوت كده بقى مرينه مية الصبح بحيس اللي داخل المسجد يتوضى ايه منه فكان حوض واحد فكان في عهد عمر لان الرجال والنساء بيتزحموا على الحوض خلي بالكم بيتوضوا يعني بتغسل الراحة لغاية هنا تغسل وشها فكان الحوض بيتزحم عليه الرجال والنساء فجي عمر الخطاب قال لأ كان دا ما يصحش ابنه حوضية يعني يبقى في حوض الرجالة عشان ما يحصدش احتكاج بين الرجالة والسيدات الى هذا المستوى خلي بالكم حوض بيتوضوا منه ستات ورجالة على مسجد النبي عهد عمر قال لك لا اعملوا اعملوا حوضين من الوضوء مش حوض واحد تخيل وس يعني خلي موقعك يشتغل ويتخيل اللي بيكلم عن الاختلاط ومش الاختلاط وما قفوش مع بعضه لا دا كانوا بالزحم على الحوض يتحضوا مع بعض الموضوع ما كانش ايه بالهوس اللي هم عاملينه ده شوف كعب امرأة اه الشاف يقول لك بقى الشافعي مش عارف ايه اه شاف كعب امرأة فنسها شكوتوا الى وكيع سوق حفزي فالهمني الى ايه الى ترك المعاصي وقال له ان العلم نور ونور الله لا يهضى لعاصي اللي هو شاف كعب امرأة من الرواية المروية عن السيدة عن الامام الشافعي فانتو بتنسوا ليه وانتو نحن نجي نحن نشوف الكعود طبعا نحن لدينا ايه مختلفة بس انا اصدق ايه التهويل اللي هما بيعملوا الغزالي قال في كتاب دستور الوحدة الثقافية اعتقد ان هؤلاء العلماء القاصرين لو كانوا موجودين على عهد الرسول الله لطلبوا بطرد السيدتين التي حضرتها باعة العقبة الكبرى وقالوا له ما للنساء وهذه الشؤون ولو كانوا مع نبي الله سليمان عليه السلام ويكتب خطابه لبلقيس الملكة لطلبوه ان يعدل سياغته ولا يعترف بتوليها منصب الملك ويكتب بعزليها اولا ثم يتفاهم مع الرجال طبعا هما بتوع الاسلام السياسي عندهم ايه لعنى الله قوم ما افلح قوم ولو شؤون امورهم وراءة وانا قلت الحديث ده مضوع من وجهة نصر الشخصية لانه تقالف اربعين هجريا في الحرب الجمل او خمسة وثلاثين هجريا في موقع الجمل لما لقى الجيش علي يعني هايب الموقف انه هو يضرب سهل يجي في السيدة عيشة فهو عبيت منهم فقال لهم ما افلح قوم ولو شؤون امورهم وراءة طبعا سمعته امتى يا ابني لانت احنا خمسة وثلاثين هجريا نقص الرسول قاله لما مش عارف كان في ملكة في كسرة ومش في الفرص يعني والرسول قال هزه هزه اللي مقولة في هزه التوقيت وقال فعلا بعد كده تهزم الفرص وقال لك مفيش التوقيت ده اللي كان فيه النبوة انه كان في ملكة بتحكم الفارس في هزه التوقيت اللي هو ايه او وقرة مش او وقرة صديق او وقرة ده صحابي كده جمال بصرة انه هو قال انه حصل الكلام ده ولكن او وقرة حابي يثبت جيش علي فقال هزه المقولة فهو بيقول الغزالي ان العلماء المتشددين بتوعنا دول لو كانوا موجودين ايام باعت العقبة كان فيها نساء لما هما كانوا 72 فانتدبوا ايه اتناشر منهم سيدتين عشان ياخد البيعة يعني كان فيه باعة مع ايه مع النساء والرجال اللي هما مندوبين عن اهل المدينة يعني مندوبين عن ايه اللي هما بيسموهم اللي هما بتوع اهل المدينة الانصار وقال لك النبي سليمان ما قالوش بقى القيس سيب الحكم طلعي راجل وما افلح قوم ينولوش انهم يمرأة ما هو القيس دي تبقى المروية اللي موجودة في القصص القرآني انها كانت ملكة سبب طب ليه سليمان ما قالوهاش بقى ما افلح قوم ينولوش انهم من رأة اللي قالها ابو بكرة مع السيد عيشة قال بقى في كتابه السنة النبوية بين اهل الفقه واهل الحديث والكتاب ده هنرجع له لانه قال فيه كلام مهم بيقول قراءته كتيبا في احدى دول الخليج يقول فيه مؤلفه ان الاسلام حرم الزنة وان كشف الوجه زريعة اليه يعني اللي بيؤدي للحرام يتمنع فقالك ان كشف الوجه ده ايه بيؤدي للزنة فالمفروض ايه اه يمنع كشف الوجه يعني بيستدل على تحريم ايه كشف الوجه اه فهو حرام لما ينشأ عنه من عصيان قلته ان الاسلام اوجبه اوجبه كشف الوجه في الحج وفي الصلاة كلها افكان بهذا الكشف في ركنين من اركانه يسير الغرائز ويمهد للجريمة ما اضل هذا الاستدلال وقدراء النبي يعني النبي شاه يعني هذا الكلام اه يعني في عهد النبوه ان كانوا بيصلوا كشفين الوجه وبيحجوا كشفين الوجه لو هو كشف الوجه يعني مسل الغرائز طب انت ليه تسيره في الصلاة وليه تسيره في الحج اه وقال لك ان الوجه كانت سافرة في المواسم والمساجد والاسواق فما رؤي عنه قط يعني فعلة الرسول اه فما رؤي عنه قط انه امر بتغطيتها فهل انتم اغيروا على الدين والشرف من الله ورسوله وطبعا دايما قلنا يا جماعة ده كانوا للاحرار وقلنا قبل كده ان الاماء او الجواري تبقى للفقه ورجعوا لكل كتب الفقه وسريشوا على النت عورتها من السره للربا وما كانش عندهم حمالات صدر كده كان كل دول ما تشين في المدينة كده يعني هل الحرة اللي كشفوا وجهها هي المسيرة الغرائز معزرة يعني الجارية اللي كشفة صدرها مش مسيرة الغرائز كشفة صدرها وبطنها وكتفها وكله مش مسيرة الغرائز اللي هما اصلا جواري بقى ايه كانوا بقى فعهد عمر بقى لما راحوا الفرس والروم بقى راحوا جابوا بقى الجواري بتوع الفرس والجواري بتوع الروم ده كان في غزو التبوك واحد كان ايه من المنافقين يعني او بيدعن هو من المنافقين راح للرسول عايز يعتذر عن الحرب فبيقول له ايه اني اخشى على نفسي بنات بني الاصفر يعني عايز يقول له الروميات دول جمال وانا خايفي على نفسي بالفتنة فمش راحي معاك وحارب الروم هو ايه يعني تبقى للمروية اللي في السيرة ان الرسول ازل له لانه من المنافقين يعني هما كانوا بيسمون بنات بني الاصفر ان هما جمال وموسلين للفتنة وطبعا فارس اللي هي دلوقتي طبعا روسيا الروسيات والاوكرانيات هما دول فارس بتوع زمان يعني فيهم ايه اه ربما يكونوا او طبعا بالنسبة الجزيرة العربية جميلات دول كانوا الجواري اللي هما كاشفين اه ساترين من الصورة للروم ويقول لك الفقه بقى بيبرر تبرير ايه تبرير عقلي اصلا انهم يروحون ويجيئون يعني بتحركوا كتير فيبقوا متحريرات كده عشان يبقى ايه الدنيا طبعا زي ما قلنا لو هو واحدة مغطيها اه لما كانت واحدة مغطيها شعرها عمر ضربها بالضرة قال لها انت حرة قال لك بقى فالله لأ خلعي خلعي يا ماما خلي بالكوا تخيلوا يروحون ويجيئون يعني عايز اقول لك اللي كل اللي كانوا واشين في المدينة كلهم مغطيين من الصورة والرغب لانهم كلهم جواري لان طبعا كان حصل غنى فاحش طبعا لما اموال فارس واموال الروم تدفقت على المدينة فطبعا ايه مستدتات هوانم يعني معزرة يعني كل سيدات المدينة بقوا هوانم وكل واحدة قال لك مفيش بيت مفيش جارية او اثنين وجواري كتير جدا جايين والمدينة كلها صغيرة وعمر كان بدي عطايا عطايا الامهات المؤمنين وعطايا للصحابة الكبار وعطايا مش عارف اللي مين فكان اصبح المدينة بالاضافة بعد نسهروا بتتدفق يعني ايه حركة تجارة وحركة بيزنس وحركة شغل لان كل الاموال دي بتيجي تتدفق على الايه على المدينة زي اي مركز عاصمة اه في دولة استعمارية دندن زمان وفرنسا زمان ودلوقتي مسلا امريكا ال امريكا كل دي اه بودن فيها اموال ضخمة جدا حركة اموال اللي هي جاية من الغزر فبيحصل تجارة ورواج وآآ فكلهم كانوا هوانم في عهد عمر كل واحدة عندها جريعة واتنين بتبعت واحدة جيبي لميا وتبعت وحدة على السوق وتبعت وحدة معارش اللي فين اللي هما منين من السره اللي هما جايين منين من روسيا واوكرانيا والدول دي الجمالي اللي هو الايه الفائق اللي هو ما حرقهوش الشمس بتاع الجزيرة عربية. يعني حتى لو واحدة جابيلة في الجزيرة العربية مع المشي في الشمس وبتاع يعني البشرة بتتأثر طبعا بهذا الكلام. دول بقى جايين من الدول بردة. في قمة الجمال بالنسبة للي هم اه يعني الشمس اثرت عليهم بشكل سلبي بشكل ما بقى في الجزيرة العربية. دول اللي كانوا مشيين كده. ما كانشو في مشكلة. وكان يقول لها انت تابع مين انت انت جارية بتاعت مين عشاني. راح نشتريها. سلعة. سلعة ماشية في الشارع. سلعة ماشية في الشارع. وممكن يعكسة يعني ممكن الحراش بيئة. اي حاجة ما هو. بنسبة له جوالي. يعني بنسبة له ايه? جوالي فينا هي راح نشتريها يعني مش قضايا يعني. قال لك ايه? اه وانهم كانوا سافرات في المساجد واسواق فما روي عنه قط انه امر بتغطياطها. وقال لك برضو الغزالي قال اذا كانت الوجوه مغطاة فمما يغضوا المؤمنون ابصاره. كما جاء في الاية الشريفة قل للمؤمنين هيغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم. ايغضونها عن القفى والزهر? ده اللي بيقولوا ايه طبعا ايه? آآ الغزالي. خلي بالكم. غض البصر كان عن عن هي الحرة. مش عن الجارية. الجارية بص عادي. ده كمان كان لما يروحوا اشتري في السوق مش يبص بس. كمان يجس. يعني شوفها يعني مدى الخصوبة ومدى الكزا. وكان في ناس زي مع يعني لم اخز زي مع زرة يعني زي بيقيم البهايم تجار البهايم لما يبص على البهيمة كده ويحس عليها من هنا ويبص على يعني شوفها. بحيث شوفها عيانة مش عيانة فيها كزا ما فاش كزا. كان في ناس بتوع الجواجي. وكان يقال ان الدعم بس منهم. ان هو بيقيم الجواجي. فيبدأ بقى يبص عليها ويشوف مدى الخصوبة ويتعامل بقى بايده يعني. بحيث ان هو ايه? ويقول لا دي تستاهل ويقول لك جارية مولدة يعني حاجة يعني ايه تعتبر ايه? آآ يعني زي المسامات بتاعت اليومين دول. يقول لك دي البطل مثلا ان هي يعني ايه? جسمه وسسترون بقى او يعني الحصوبة وحاجات زي كده. يعني داكت المرأة في هذا العصر. وبالذات لما الجواري تدفقت بكسافة طبعا كان ايه مرسول في جواري. لانه كانوا التجار بروح يشتروا. وهما في التجارة في الشام والآآ بروح يشتروا. وبرضه في الغزو كانوا بيأخذوا نساء القبائل التانية يعني كان الموضوع ما فوش زار. فبقى لما تدفقت جواري بكسافة جدا في عهد في عهد عمر. كانوا ملينا اسواء. وكان زي ما قلنا في ناس بتقيم. بتقيم مش بالنظر بالجس. فانت ماشي في الشارع كل الناس من السرر للربة سيدات. ان اللي هما الجواري. والهواني بعدين في البيوت اللي هما النساء المدينة. آآ عصر غنى وغنى فحش. فتبتتكلم ان هو فين غض البصر? لا غض البصر عن الحرة. انه الجلادي سلعة. بصوا جس جميل. قال لك ايه? آآ ده بيكلم عن وجوه الغزالي طبعا ما اجمع الصحابة. آآ طبعا بيكلم عن دية المرأة نصف دية الرجل وانكرها. آآ ظن برضو سليم العوة انكرها. ما اجمع عليه الصحابة من ان دية المرأة على نصف من دية الرجل. وهو الرأي الذي اشتهر في تراثنا الفقهي. واخذ به كل المزاهب المدبوعة. المزاهب الاربعة الشهيرة الظاهيري. المزهب الزايدي. الجعفاري. مزهب الاربعة. اهل الغزالي في السنة النبوية بين اهل الفقه و اهل الحديث. آآ اهل الحديث يجعلون دية المرأة بيقولوا كده. اهل الحديث السنة يعتبروا. لان خلي بالكم الفرق من الشيعة السنة ايه? السنة عندهم الايمة بيدهم تشريع. طب آسف الشيعة. الشيعة عندهم الايمة آآ علي الحسين. علي بن الحسين. زين العابدي. كل دول ايه ايمة من حقوقه يده تشريع. فعملوا كتب زي عندنا حديث مرويات الكندي وغيره. آآ قصدي آآ عندهم كتاب كده فبرضو فعملوا حديث زي البخاري عندنا. آآ آآ فبس ما كانش مهتمين بيه قوي. ليه? لان عندهم مصدر تشريع تاني اللي هم الايمة. طب اهل السنة يعملوا ايه? مش زي الشيعة. فارحوا ايه? اخترعوا فكرة ايه المرويات بكسافة كبيرة جدا. واصبحت هي مصدر التشريع لما شافع لك القرآن ولا ايه? آآ والسنة. فهو بيقول ان اهل الحديث اللي هم اهل السنة للغزالي اللي بيقول يجعلونا دية المرأة على النصف من دية الرجل وهذه سوءة خلقية وفكرية. فالدية في القرآن واحدة للرجل والمرأة والزعم بان دم المرأة ارخص وحقها اهون زعم كاذب مخالف لظاهر الكتاب. انا هنا بقول ايه خلي بالكم. الغزالي اتفقنا واقتلفنا معاه. بيخالف كل اهل السنة. بيخالف بيخالف اجماع الفقهاء. اللي كمان انضاف عليه فقهاء السنة الاباضية والجعفرية والظاهرية وغيره. يعني كمان طبعا الزاهرين اهل السنة بس يعني ايه? الجعفرية ده اعتبر مذهب زي دي. والاباضية يعتبر مذهب يعني كانوا بيتتهمون ان هما من الخباري. يعني اصل احنا الكامعة مذهب كلها بتقول ان دية المرأة نصف دية الرجل. ليه؟ من منطق قبري. الرجل مش زست. الرجل بيحارب. وكانوا بيورسوا الراجل ومش الراجل بس. كانوا بيورسوا زمان اكبر واحد في العيلة. الاخر اكبر. ليه? لان هو القبيلة دي يعني سيوف يعني فرسان. ده عيد صغير ما حاربش. ياخد فلوس ليه? الاقتصاد كان اقتصاد غزه. ده حتى من قبل الاسلام. واللي بيحارب وعنده فرس ده هو الاهم. فيقولك الفلوس لو راحت للصغيرين ممكن ايه? اه توزع وتصرف ويعني يتم التعامل بقى معها بسفة. انما الاخ الاجبر هيهتمل يبقى فيه سيوف وفيه فرسان. بحيس لما نقول حي على الحرب يعني الجادة في عصر الاسلام. كان حتى قبل عصر الاسلام. يبقى الراجل ايه? اه معه فرسان ومعه اسلحته. يقدر يجهز عشر فرسان خمستاشر فارس. هكذا. لان القبال الكبيرة حتى لو هو مش هيطلع. بيأجر فارس. يعني يجيب فارس وهو يديره المقونة والبتاع ويقسمه ايه? اه الغنائم في النص يعني كان نوع النوع البيزنس يعني. يعني هو يجيب واحد مقاتل فارس. بس ما عندهش حصان وعندهش سيف يديره حصان ويطلعه معاه. بحيس بقى القبيلة دي هطلع لنا خمسين فارس. دي هطلع لنا ربعين. دي هطلع لنا ثلاثين. بحيس نجمع الف نروح ناخذ القبيلة. وناخد الجواري وناخد الاموال بتاعتهم. ونيجي بعد كده نقسم اه على كل فارس مبلغ معين. فاللي طلع الفارس وصرف عليه يقتسب معاه الغني. اللي هو اقتصاد الغاز. فنقضي ان هنا اه الغزالي بكل بساطة بكل بساطة اه بيرفض هذا الفكر القبلي. وبيقول القرآن ما قالش ان دية المرأة نصف دية الرجل. ولكن ده فكر قبلي. فكر بدوي. فعايزين يده الراجل اه ما يبقاش زي المرأة. المرأة بتحارب ما بتحاربش. فازاي تبقى زي الراجل ديتها? لا. بيقول الغزالي. اه كنت في كتاب قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدة. كنت اناقش رجلا كنديا يسائرني بضيق عن موقف الاسلام من المرأة. فجاء في حواري المرأة حرة في اختيار زوجها. ولا يمكن اكراهها على قبول من تكره. ولها ان تباشر عقدها. او توكل فيه كما تشاء. وكان هناك من يرقبنا وهو صاخت. وحمدت الله انه لازى بالصمت. فلما انتهى الحوار اقترب مني المعترض المؤدب قائلا لا يجوز ان تباشر مرأة عقدها. بل الدين ضد هذا. خلي بالكم. بل الدين ضد هذا. ما بيقولش الفقه. طيب يعتبر خلاص ده رأي الدين. دي مشكلة. يقولك ما رأيي الاسلام في كذا. ما رأيي الدين في كذا. يعني الموضوع الشوارح. الموضوع في حالات كتير. قلت له رأيك ضد هذا. قلت فيه بعض المزاهب الفقهية. ورجحت انا وجهة النظر الاخرى. واعتقدت انها اقرب الى عقول الاوروبيين. خلي بالك والامريكيين. السفر برة غير فتاويهم. السفر برة غير فتاويهم. ما بالك لو عاشوا في اوروبا. كان ربما يبقى مفتاوة تانية خالص. لما قال الزنداني جواز الفرند. ما قالك ده جواز. هنا بالكلم حيثة مهمة جدا. اللي هي موجودة في الاحوال الشخصية بتاعتنا. ان البكر ما تجوزش نفسها. لازم مش لازم توكل حد. هو هنا بيقولك توكل اي حد. يعني ممكن تبقى برة وتوكل واحد تعرفه. يعني تصق فيه او زميلها تقوله انت ايه يعني 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 اعقد العقد نياب عني. او هي تاعقد لنفسيها. بكر سيب. الغزالي ما فرقش. انما هنا احوال الشخصية بتاعتنا بتقولك لا البيكة ما تزاوبش نفسها. ولازم تشوف اخوها كبير. لو ابوها ميت تشوف عمها. حد لازم يكون واكلها ويوافق على الجوازة ما يوافقش. يعني هي ما تنفعش جوز نفسها. ده بيتكلم. وان كانه طبعا بيقولك ان المفروض هي توافق يعني فيه فرق ان هي عايزة تجاوز واحد بس واكلها مش موافق. وفيه فرق ان هو اه ان واكلها لازم ياخد ازناها لو هتجاوز فلاي. وطبعا ده كان غالبا في القرى والنجوم ما بيحصلش. الاهل هما اللي بتجاوزوا البنت وهي ايه? اللي تقلعها عليها تتجاوزوا. مفيش كلام من هزا القبيل. حتى في حصلنا الحالي ما زال الريف والعائلات بعض العائلات ما زالت تمارس مثل هزا الامر. ان المرأة مش مخيرة مش من حقاها توافق على الزواج او ما توافقش. هما هما اللي بيختاروا. وهما اللي بياخدوا الزواج. وموضوع موافقتها ده من قبل المأزون عملية ايه? روتينية. ما بتقدرش اتعارض. قال لك ايه? اه. وقال ان الفتوى دي اتعمل فيها في اقتار اسلامية اخرى. يعني معا الدنيا الدنيا واسعة. وزي ما قلنا ده الناس بتفتي حسب الظروف الوقائي. وده اللي بيقول له غزالي. يقول جي واحد يعني بقى ممتوعنا اللي هم متشددين وانا بتكلم الكندي وربنا واقل المؤدب عشان ما تدخلش يبوز ايه? بوز الفتوى. قال لي واحد كانت يقال له تجوز نفسها وتققل نفسها والدنيا فل. وفيش مشاكل. ده الايه? الغزايا دي. وقعد كده قال له اصلها دي بالنسبة الامريكيين والدنيا بيسي يعني. والاختار الاسلامية التانية. غير منطرة العربية بتاعتنا يعني متخلفة دي. بيتاخد بالفتاوى دي. ده واحد قال لي. كان في اسيوبيا. كان شيخ يعني خطيب في مسجده بتاع. وقال يعني البنات في الاسيوبيا جاءوا حر. فكان بيكون كده زي ميكو جيب. ما هو مين اللي حيلبس بانطرون ولا يلبس ميكسي في ام الحر بتاع خط الاستواء ده. فالمهم ما عجبته واحدة اسيوبية مسلمة يعني دي القرآن في المسجد وحاجات زي كده. فقال لهم ايه النظام يعني اروح لابوها قال لهم ميش حاجة اسمكة كلام منه. قال لهم ايه النظام عندكم باسيوبية? قال له تروح تكلمه. وقفت خلاص. الموضوع بقى كده شكليات. يعني يروح يكلم البنت نفسها. وقال لانا عايز اتجوزها. طبعا لما بعت الاهل وهنا مفقوش وحاجات زي كده. وحتى كانوا بيهزروا معي ويسمسيمينه ابو بلال. على سن بلال حبشي يعني. انه كان بيحب واحدة حبشي. طبعا بعد كده اتجوز واحدة مصرية. وآآ بيدرب نفسه يعني. مهم يعني. آآ مزايا الفاكر الاسيوبية اللي هو اهل وما مفقوش عليه. كان بيحبها يعني. المهم. قال لك ايه من نصلحة الاسلام ان تتسع دائرة هذه الاخطار. وقصد الفتاوي تبقى ايه براح يعني. الدنيا تبقى براحة. ده الغزالي اللي هو. يقول وقد عصرت عهدا كان القضاء الشرعي يأمر بارسال الشرطة الى اسرة الزوجة لارغمها على الذهاب الى بيت الطاعة كي تعاشر زوجها. قال ده كلام فارغ غزالي. آآ وكانت الاسرة تقوم بتهريب الزوجة الى مكان بعيد فرارا من تنفيذ حكم القضاء. وكنت اسأل نفسي. هل هذا هو تفسيرنا لقول الله سبحانه. فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. انا تعرف معرفش مش متأكد مدى آآ بيت الطاعة ده موجود لغد دلوقتي ولا لا بس انا فاكر ان كان فيه فيلم شهير نور الشريف آآ وكان فيه موضوع بيت الطاعة كان بتعرض للموضوع فعلا آآ آآ رفع عليها قضية وجابوها بال بالقضاء وحاجات زي كده وعدف فكان يعني سيء اللي هو بيت مش مناس يعني فقال من اين جبته الكلام ده فين الآية القرآنية فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. اتكلم برضو الغزالي عن ضرب الرجل اللي زوجته رغم انها نص قرآني. وقال لك وحديث لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته الذي اخرجه ابو داود والنسائي قال الغزالي قال الحديث صحيح يعني هو اقرب بصحة سند الحديث وقال يملكن الغضب والاسى عندما اجد رجال الحديث النبوي ضعفاء الوعي بالقرآن الكريم يقررون يقرؤون على الناس الحديث غير شاعرين بقربه او بعده من هذه الايات القرآنية. يعني يقول الحديث صحيح بس ده ضد القرآن. يبا احنا نقل بالقرآن. ده وجهة نظر آآ الغزالي. قال لك وعدوان الرجل على المرأة كعدوان المرأة على رجل مرفوض عقلا ونقلا وعدلا. ولا ادري كيف قيل هذا الكلام. ونصبه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس طبعا هو الغزالي هو موجود في القرآن. يجورهن في المجاجع وضربوهن. فموجود في القرآن. بس هو بتكلم هنا مرفوض عقلا ونقلا وعدلا. يعني هنا بدأنا نحكم العقل والعدل في النص القرآني. ما زي ما قلنا ما ينفعش ان تقولي الحفيد اللي هو مات ابوه ومات جده لاحقا يتحرم يعيني من العائل اللي هو الاب وكمان ما ياخدش من صوت الجد. فقلنا ده اقفع عن كلام فارغ ضد العدل. لذلك اخدوا ايه ما يسمى الوصية الوجبة. يعني يسمى وصية. لان الفقهاء قالك لا ما ياخدوش. ومن سمى في الحديث الذي راهوها ابو دود والنساء في ضرب النساء لا اصلا له. مهما تمحلوا في تأويله. خلي بالكم. هنا حديث ليقرب سنة ده. والغزالي كان من ايه من ما يسمى علماء المتن. يعني في ناس بتوقع ماتن. يعني ايه الحديث تقولي صحيح تقولي الرجال مش الرجال. لانه عارف انه حديث احاد. قالك لا اصلا له. ده ربي عرض الحق. وقالك لا اصلا له. رغم انه حديث ايه صحيح. انا برد بالكلام ده. عن الناس اللي يتكلموا عن حديث صحيح وكأنه يقيني. وكأنه لا يجوز الاعتراض عليه. اهو. احد زعماء. زعماء ايه? ده كان يقوله اعلم اهل الارض في عصره. وقالوا ان القرده وبعديه. اللي بتوع اهل السنة بيقوله كده. فالغزالي اللي هو اعلم علماء عصره. بيقولك الحديث صحيح وبيقولك لا اصلا له. ليه? لانه مش يقيني. لانه احاد. الناس تفهم اللي بتتكلم باسم الحديث الصحيح. وكأنه يقيني وبيضلله المستمعين. لا اهو الغزالي بقولك الحديث صحيح. سنلا. وبيقولك لا اصلا له. رفضوا. لان المتن مش عادة. كلام مش عادة. قالك بقى ايه? اه في كتابة وراسلنا الفكري في ميزانة الشرع والعقل. الغزالي بيارضو بيقول. اه كنت ادرس في جامعة الجزائر الاسلامية كانت طلاب عن يميني في المدرجات والطالبات عن يسالي. ولحظت ان الوجوم يخيم على البنات بعد ايام قلائل كنا يسألنني فيها على استحياء. يعني كان اقول بيسألوني على استحياء وبعد كما بطال يسأله. وعلمت ان الطلاب الزكور هددوهن. اذا سألن. وقالوا لهم ان صوت المرأة عور. في كلمة ازاي بتاني? لا تسألي الشيخ ولا ما تسألش احنا اللي نسأل. طب يجد عنا انا عندي سؤال خاص بالنساء. خاصة مسلا بامور النساء الحين النساء. يعني كان يعني. فقال برضو ده قال الكلام ده في قضايا المرأة بين التقاليد الركضة والوافدة. اه اتكلم عن حرمة صوت المرأة الغزالي. وقال اشاعة كاذبة. نقرأ فيه. وذكرنا من قبل ان امرا الهيا صدر بامتحان المؤمنات المهاجرات. وكان عمر يتولى ذلك الامتحان. فهل قال احد ان صوت المرأة حين تسأل فتجيب عورة. يعني كان الاسلام او الرسول بيقول له عمر يمتحن النساء. فاهمين الاسلام يعني يسألهم. فكان اللي بيتولى امر النساء عمر عشان ما بيخافوا منه بس يسألوا وهو اللي يسألهم هما اللي يجاوهم. يعني كان امور الدين يعني. وما حدش زعم ان الامتحان كان تحريري بالشفاو. اصلا كان عرفوا يكتبوا يعني. قال لك ايه ويأمرونا. اه. اللهم الا ان يزعوا متقاعر ان الامتحان كان تحريريا لا شفاويا. كان النساء على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يروينا الاحاديث. ويأمرنا بالمعروف وانهينا عن المنكر. فما زعنا احد ان صوت المرأة عورة. العورة في اصوات النساء واصوات الرجال ايضا. ان يكون الكلام مريبا. مسيرا له رميل ونردي. ولا يوجد بين رجال الفقه من قال صوت المرأة عورة. انها اشاعة كذبة. اه يعني الدحكة فيه ضحكة كده ايه حليمي. اه معروف انها يعني ايه. يعني اصد الكلام اللي فيه يعني تغنج فيه دلع فيه كذا. ده ربما يكون اه مرفوض. انما الكلام العادي في الشغل في وظيفة كلنا دلوقتي اه من قابل الناس في السوق اللي بيبيعوا في السوق على فكرة. وكان على فكرة فيه واحدة احنا بلتكلم عنها لاحقا من نساء الصحابيات كانت مسكة السوق. كانت زي ايه شاخباندر الترجاع. هي المسؤولة تحل بشكل السوق وتنظم السوق. يعني كانت زي وزير المالية. زي وزير التجارة. كانت وزير التجارة عمر كمع حاططة. في هذا العحل. وكانوا بيروحوا الحرب. وكانوا بيتكلموا ويروحوا ويبوا. فين يعني ازاي صوت المرأة. صوت المرأة اللي فيه دلع وعدها بتدلع وعدها بتدلع. يعني دي اعتبر الصوت فيه اه مشكلة. يعني يعني اه انما احنا في العمل في الوظيفة في السوق. كلام العادي بنتكلم عادي. صوت المرأة اللي ازاي يعني مش ده. ده الغزالي بيقول مش انا بقول. فده انا برد على الناس الاسودين والمتشددين. ونقولهم الدنيا براح. والفقه كان فيه خلاف. وما زال امامنا حرية اختيار اه قراراتنا. لان هما برضو معنى انه كان اراء. وزي ما قلنا كان فيه تأثر كبير جدا بالبدو. بالحياة الحياة البدوية. دية المرأة النصف دية الرجل. مش عارف. اه صوت المرأة وما تتكلمش ما تسألش. يعني يعني افكار اقرب البداوة منها للحضارة. احنا في الاجتماع متحدر. حتى الاختلاط زي ما قلتها قبل كده. كانوا كانوا يتزحموا على الحوض يتوضوا منه. وكانوا بيصلوا في الجنة مع بعض. وطبعا بيطلعوا من الباب مع بعض. بيخشوا الباب مع بعض. مختلاطة هو. وعارفين بعد. يعني الموضوع ايه? اه وحتى لما كان بقولك بيصلوا كاشفين واجه وبيحكوا كاشفين واجه. هو جماعك اه تغطيته الواجه ده كان رجالة وستان. الصحرة لازم يلابس حاجة تغطي راسه. ولو جات رياح بيغطي ايه? بيغطي وشه. انفه وبقه عواصف. كم عن صحرة وعواصف رملية. فشيء طبيعي تكون لابس حاجة تغطي تحمي راسك من الشمس. وفي نفس الوقت تقدر تيه تغطي بيها وشك لو اه اه امت عاصفة او امت رياح. بشكل عام. انا بقول ان الدنيا اه ما يدعون ان هو شريعة اسلامية. هو في النهاية محل خلاف كبير جدا. و اه كل ما يسمى شريعة اسلامية هو اختيار ما بين بزهج قديمة. من حقنا ان احنا ننتج اه اه تشريعنا الحاضر. عن طريق مجالس منتخبة. وان القوانين تناقش. فكرة ان وجود قوانين ثابتة لا تتغير. وان اه القرآن هو اللي بيحكم. وهذا الكلام كله كلام نظري. على الواقع العملي. المصلحة فوق النص. ولو مسك اي اسلاميين في اي حتة بيختلفوا. وهذه احنا شايفين طلبان وليسه هنشوف. وليسه ايه? هنشوف. فكرة الاسم بحكم اهل الحل والعقد ومجموعة تاخد القرارات باسم الدين وباسم النص القرآني او باسم المروية. ده كلام يودي بسكك اه ملهاش نهية. ملهاش نجاحة. قصص لن تكون دها اه نجاحة. ده موضوع حلقة النهاردة. وشكرا جزيلا مكمل في حلقات لاحقة.